موسيقى أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجكم مفضل تعلم البرمجة معاكم عليك كاشف في الحلقة دي هنتعلم أكتر عن البرمجة في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا أكتر عن الكمبيوتر وعرفنا أنه هو عبارة عن آلة بديها مجموعة من الأوامر عشان تنفزها وأن البرمجة هي الأوامر اللي أنا بديها للكمبيوتر عشان يعمل لي برنامج معين مش بس كده احنا كمان تعرفنا عن ايه هي لغة البرمجة وبالذات البايسون وعرفنا أن هي واحدة من أهم لغات البرمجة اللي ممكن نتعلمها عشان نعمل بيها حاجات كتيرة وتطبيقات مختلفة زي الاستخدمات اللي احنا عرفناها زي الزكاء الاصطناعي تطوير مواقع الويب أو حتى برمجة برامج على الكمبيوتر وحاجات تانية كتيرة ومكملين معاكم في الحلقة دي عشان نعرف أكتر عن لغة برمجة البايسون وإزاي نقدر نستخدمها ونكتب أول كود برمجة لنا باستخدم البايسون جاهزين؟ يلا بينا وكالعادة زي ما متعودين خلونا لأول نتكلم على مثال بسيط هيوضح لنا موضوع الحلقة بتاعتنا كلنا عارفين ان النجار مثلا بيحتاج حاجات معينة عشان يقدر يعمل الشنغل بتاعه زي ان هو بيحتاج بيئة العمل اللي بيشتغل فيها أو حتى الأدوات بتاعته أو حتى المواد الحيب زي الخشب مثلا نفس الكلام في حاجات تانية زي مثلا الطباخ لازم يكون معايا المكونات أو المصفات بتاعته احنا كمان كم برمجين لازم كمان يكون معنا كل الأدوات اللي هنستخدمها زي بيئة العمل اللي احنا هنشتغل فيها أو حتى المواد الحام بتاعتنا وهي لغة البرمجة واللي عرفنا ان هي هتكون البايسون فعشان نبدأ نكتب أول كود برمجة لنا باستخدام البايسون وكمان نعمل تطبيقات تانية لازم نجيب الأدوات بتاعتنا ونتعرف عليها واحدة واحدة علشان نكتب أول كود برمجة وعشان كده محتاجين نتعرف على الحاجات اللي احتاجها أول حاجة وهي الموضة الخامة الحاجة اللي انا محتاج استخدمها علشان اعمل البرمجة وهي لغة البرمجة أول حاجة هنحتاج نعملها ان احنا ننزل لغة البايسون وهي دي اللغة اللي انا هكلم بها الكمبيوتر عشان ينفذلي الأوامر بتاعتي واقدر اعمل البرنامج اللي انا محتاجه فتعالوا نتعرف مع بعض إزاي هقدر أجيب لغة البايسون وينزلها على الكمبيوتر بتاعي أول حاجة علشان أجيب لغة برماجة البايسون اللي أنا محتاجها أروح لجوجل وابتدي أعمل سرش على كلمة بايسون هلاقي أول احتيار ظاهر عندي أو أول ويب سايت وهو الموقع الرسمي لغة برماجة البايسون وبعد ما دخلنا على الموقع بتاع البايسون هلاقي النفذة ظاهرت بالشكل دوت هلاحظ كمان إن في عندي أكتر من فيرجن أو فيه أكتر من نسخة من البايسون ودوت بعرفنا إن فيه تحديث وتجدد مستمر بيحصل في البايسون وإن المطورين على طول بيعملوا نسخ أحدث حسب التكنولوجيز اللي بتكون موجودة هاختار آخر نسخة موجودة وهي 3.11.3 من البايسون وهدوس على الضرار بتاعها دونلود بايسون هلاحظ بعدها إن البايسون ابتدى أن هو يتعاملوا دونلود على البيسي أو الكمبيوتر اللي أنا بس نخدمه بعد كده هدوس على الايكون بتاعتي علشان أبتدي أعمل عملية الانستليشن أو تثبيت البرنامج على الكمبيوتر هلاحظ إن فيه نفذة ظهرتلي وأختار منها رن بعد كده هلاقي بيسألني إن أنا عايز أعمل انستول فهدوس انستول ناو وي أقول له ييس دلوقتي ابتدت عملية الانستليشن أو تثبيت لغوة البيسون على الكمبيوتر بتاعي وهي لغوة البرمجة اللي أنا هحتاجها علشان الكمبيوتر يفهمني أول ما أقول له أمر بالبيسون هستنى الحد ما الانستليشن يخلص وبعد كده هلاقيه قال لي بمعنى إن عملية التثبيت تمت بنجاح وهنا أقدر إن أنا أدوث على close ويكون انتهيت من أول خطوة ليا إن أنا نزل الحاجة اللي أنا هستخدمها وهي لغوة برمجة البيسون بس السؤال هنا هل دلوقتي أقدر إنها أكتب الكود بلغوة البيسون ببساطة لا ودوت لإن لو تفتكروا في المثال بتاع النجار اللي إحنا اتكلمنا عليه النجار ما يقدرش يطلع حاجة بمجرد إن يكون معايا الخشب بيحتاج كمان حاجات تانية زي الأدوات أو بيئة العمل اللي هيشتغل فيها نفس الكلام مع المبرمج زي ما نزلنا الحاجة اللي أنا هستخدمها وهي البيسون بيحتاج كمان بيئة العمل أو الأدوات اللي هتسهل عليها عملية كتابة البيسون وتطوير البرامج وعلشان كده هفتح جوجل تاني وهكتب في البحث VS Code وده هيكون البرنامج اللي هستخدمه عشان أكتب فيه الأوامر البرمجية اللي بنغوة بايسون بعد كتبت في جوجل VS Code ودوت اسم البرنامج اللي احنا قلنا عليه هاختار أول موقع أو أول ويبسايت وهو الموقع الرسمي بتاع VS Code وده اختصار لفجوال سوديو كود أول حاجة هدوس عليها هي داونلود فور ويندوز ودوت حسب نظام التشغيل اللي احنا محتاجينه ممكن تكون بيستخدم حاجة تانية زي المايك مثلا وده الوقت بعد ما دصت على الضرار بتاع داونلود فور ويندوز ابتدى البرنامج بتاعي تعمله داونلود على الكمبيوتر علشان أقدر إن أنا أستخدمه هستنى بعد ما عملية الداونلود أو التحميل يتخلص وهعمل نفس ما عملت بالضبط مع البيسون هبتدي إن أنا أسطابه أو إن أنا أثبته على الكمبيوتر برنامج VS Code أو Visual Studio Code هو البرنامج اللي هساعدني إن هو يوفر لي كل أدوات اللي أنا محتاجها زي إن هو يعرفني لو فيه أخطاء كتبتها زي بالضبط الSyntax Error أو الأخطاء البرمجية اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت فهلاقي إن لو فيه أي حاجة عملتها سواء Syntax Error أو أي Error تاني هلاقي بيديني تنبيه بالخطأ اللي أنا عملته مش بس كده ده كمان بيقولي السطر اللي موجود فيه الخطأ وممكن كمان يشاور لي على الكلمة اللي فيها الخطأ دو برنامج VS Code مش بس بكتب عليه الأوامر البرمجية لا ده كمان بيعرفني لو فيه أي مشكلة مثلا ويعتي فيها زي Syntax Error اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت وفيه Error الثانية كتير ممكن كمان نقع فيها مش بس إنه هو بيقولي إنه فيه مشكلة لا ده كمان بيعرفني فين المشكلة دي ورقم السطر اللي هي موجودة فيها وممكن كمان يشاور لي على الكلمة اللي فيها المشكلة دي ودي حاجة كلنا بنقع فيها كم برمجين في بداية تعلمنا للبرمجة ولازم على طول نقدر نحدد المشاكل أو الأررز اللي احنا وقعنا فيها عشان نقدر نصلحها ونكمل عملية البرمجة بتاعتنا وبعد ما سنيت بعد ما حصل داوين لود للبرنامج بتاعي هبتدينا نروح عند الداوين لود أول حاجات اللي حملتها وهلاقي إن الفي اس كود كان آخر حاجة حنا حملناها هدوس على شو ان فولدر عشان يفتحوا لي في المكان بتاعه في الكمبيوتر بتاعي وهبتدي إنها أدوس عليه double click هلاقي ظهر لي نفس النفذة اللي ظهرت وإحنا بنعمل setup للبيس فهدوس على نفس الاختيار بتاعه run وهلاقي سألني سؤال معناه هل أنا موافق على الشروط بتاعت استخدام البرنامج فهقول له I accept the agreement ودوس على next دلوقتي هلاقيه بيحددلي المصار أو المكان اللي هينزللي فيه البرنامج على الكمبيوتر بتاعي أقدر أختار أي مصار أنا محتاجه مثلا هسيبه في مكانه على LC ودوس next أقدر كمان إن أنا أعلم على خيارات تايها زي إن هو يحط لي icon للبرنامج بتاعي على ال desktop بتاعت الكمبيوتر بعد معلمت عليها هدوس على next و in store ودلوقتي هلاقيه قلي على كل الإختيارات اللي أنا ارتهاله زي المكان اللي أنا عايزة أعمل فيه installation و القنيرات التانية هقدر دلوقتي أن أنا أدوس على install وهلاقيه ابتدى يعمل installation أو تثبيت للبرنامج بتاعي على الكمبيوتر هستنى بعد ما نخلص عملية installation وبكده هنكون خلصنا تاني مرحلة عندنا وهي تثبيت بيئة العمل البرمجي أو RDE بعد انتهاء التحميل أقدر أنه أدوس على زرار cancel بالشكل ده وبعد كده هدوس على finish وهلاقي ان البرنامج بتاعي ابتدى ان هو يتفتح وبكده نكون قدرنا نخلص كل المراحل المحتاجينها لكي نكتب أول كود لنا باستخدام البايزن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر